بالمناسبة في سياق منفصل امبارح تلقى اتحاد الكرة خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بيخترهم من خلاله باعتماد قرار اتحاد الكرة الخاص بمشاركة الزمالك والاهلي في دوري ابطال افريقيا والتأكيد على ان قرار ترتيب فرق الدوري في حالة عدم انتهاء شأن داخلي لاتحاد الكرة كما تضمن الخطاب مشاركة الزمالك والاهلي في دوري ابطال افريقيا ومشاركة بيراميز وفيوتشر في البطولة الكونفيدرالية كلام جميل تعال بقى نروح للموضوع اللي أنا فتحته في بداية الحلقة الكريم والموضوع الخاص بكلايتنبرج مبارح عقد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونهندس أحمد دياب رئيس رابطة الأندل المصرية المحترفة كان فيه اجتماع مهم جدا مع الخبير الإنجليزي مارك كلايتنبرج المسؤول دلوقتي عن منظومة التحكيم المصري عشان ينقشوا خطة واستراتيجية العمل خلال المرحلة اللي جاية الاجتماع خليني يقول لحضراتكو برضو تطرق لعديد من الأمور منها شكاوي الأندية المقدمة ضد بعض الحكام خلال الموسم الحالي ومشاول لحضراتكو عدد الشكاوة أكيد أنتم عارفين ممكن يتجاوز أي عدد بالزبط هيقوم مفروض كلايتنبرج بنظر ودراسة جميع الشكاوة والاجتماع بالأطقم المسؤولة عن تلك المباريات والحالات كمان اللي كانت موجودة عشان ينقشها وكمان تم الاتفاق مع كلايتنبرج على أن يقوم بتعيين الحكام في المباريات داية هنا بنتكلم من الأسبوع الـ 31 من عمر مسابقة الدور المونتاز وكمان مباريات دور الستاشر لكاس مصر اللي حيبدأ كلايتنبرج مهمته بإذن الله النهاردة يوم الأربع تحديدا بعقد اجتماع بقى مع أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بمقر الاتحاد وزي ما حضراتكو عارفين يعني كابتن عصام عبد الفتاح هو رحل وكان قدم استقالته وقبلت يعني وابتدى دلوقتي مشوار كلايتنبرج الفترة اللي جاي أكيد هتكون فترة حاسمة وصعبة لأن هذا الرجل رغم السيفيل عظيم بتاعه وزي ما اتكلمنا التجربة الأخيرة اللي كانت ليه النكحة جدا في اليونان والخطط اللي كان ماشي عليها واللي طورت المنظومة هناك بشكل كبير جدا بشهادة اليونان نفسها ما تيجي تطبق دا أو تيجي تبدأ في مصر برضو خطوة أكيد صعبة لأن انت عندك مشاكل يمكن لا تقارن كمان بمشاكل في دول أخرى انت عندك مشاكل كتيرة جدا زي ما بقول حضراتكو هو لسه بيبدأ والشكاوة كتيرة يعني دا برضو مش طبيعي اننا لسه ببدأ في حاجة وعند كم شكاوة كتيرة جدا وارد جدا يكون فيه أخطاء تحكمية في العالم كله لكن بتكون بالنسبة لا تتعدى العشرة في المية لكن اعتقد احنا عندنا النسبة أعلى بكتير جدا فالموضوع كان محتاج وقفة خطوة جيدة جدا تعيين يعني زي ما كنت بقول شخصية لها قيمة انجليزية بهذا الشكل وليها سيفي كبير جدا وما اعتقدش ان هو راح مكان ما طورش فيه أبدا أو أقدم فيه جديد فنتمنى خير وانا شايفة تاني وحقرر كلامي احنا ماشيين في اتجاهات كويسة جدا على جميع الأصعادة اللي في الآخر بتصب فيه صالح الكرة المصرية دا احنا كل الخطوات دي يا كريم تكلمنا فيها ان احنا عايزين نشوفها فالموضوع مش سهل لكن انت ماشي في الطريق السليم فدا كويس جدا ثلاثة ببرج اول ما اول ما جاء يعني اعتقد كده ان لو في حد فعلا اداله طبعا من الاشخاص المعنين واكيد الكلام دا حصل لو الراجل دا وصل له ملف يعني وافي لكل الاحداث المتعلقة به الاخطاء التحكمية العجيبة اللي حصلت في الفطرة الاخيرة مدعومة بالفيديوهات ويالاخيره اعتقد ان الراجل دا هيقعد كتير كده ايه يتأمل الصورة ويلاقي ان هو معداش عليه في حياته قبل كده الشكل دا من اشكال العك التحكيم يعني اكيد اكيد مهمته مش سهلة ونتمنى ان شاء الله ان هي تؤتي اتمرها لفترة اللي جاية وما نشوفش اللي شفناه قبل كده وعلى فكرة كتير جدا مننا لما بيكلم على التحكيم احنا مش بنتكلم بس عشان احنا كنادي اهلي متضررين من مش مجرد اخطاء تحكمية من كوارث تحكمية عدت علينا لا هي الصورة بشكل عام مسيئة لكرة القدم المصرية بشكل عام مش بنتكلم بقى على فريق بعينه لا كرة القدم المصرية بالكامل متضررة من كواليتي اللي كان بيحصل الفترة الاخيرة واللي نتمنى انه ان شاء الله يختفي عن قريب باذن الرحمن